موسيقى هاي كيفكن حلقة جديدة من ساركازم شو مخرج بركي لازم يغير الجملة هاي ده كل حلقة زيت الجملة كل مرة نفس الجملة كل مرة نفس الشي فكر لي بشي يا جمعة الجه هيك كيون شي شي كتير قوي انتو بتعارفوا انه اذا اجتمع خمس صينيين بيكتبوا حكمة اذا اجتمع خمس يابانيين بيختروا عقالة اذا اجتمع خمس امريكيين بيخرجوا فيلم اذا اجتمع خمس فرنسوية بيالفوا كتاب بس اذا اجتمع خمس عرب بيشكلوا خمس طوايف وخمس احزاب وخمس قوانين وكل واحد بيعتبر حيله هو رئيس وبيبلشوا فتنة وتكفير ويستوردوا سلاح وبتخرم الشيخ سعد الحريري يعمل عملية بالقلب الحمد لله نجحت العملية بس طلعوا بيان طلع بيان وخبرنا هالشي صدر على المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحرير بيان التالي خضع الرئيس سعد الحرير الاستبدال لصمام القلب وقد تكلل بحمد الله بالنجاح في العاصمة الفرنسية باريز هذا الاجراء الطبي كان مبرمجا سلفا والرئيس الحرير سيمكس بضعة ايام للراحة في باريز يعود بعدها الى مكر ايقامته في ابو ضب شو لفتكم بالصورة؟ انا لفتني شغلة واحدة شو مخرج شو لفتك بالصورة؟ تخبرني انه عرفتنا اين محل ايقامته؟ لا انه كنا عارفين يعني انه نعرف اين محل ايقامته لفتني انه الشيخ سعد بعد عنده مكتب اعلامي هلا مين المكتب وكم واحد مبارج ممكن هو مكتب بس يعني مكتب بس بس بطلع بينات دي انه شي شو بدك مكتب اعلامي اذا ما بدك تشارك بالسياسة واذا ممنوع تشارك بالسياسة ثالث شي معك تتفعلن؟ او بتطوعين؟ يا شاخ سعد يا حبيبي خفف كوست خفف كوست عليك شو بدك مكتب اعلامي مع انت شاطر بالتويت؟ بتذكرك كيف كنت اكتب على التويتر على اكس يعني بتبلك كم تويتاية وبيمشي الحال خبرنا قالنا عملت عملية صورنا حيلك حيلك سالفي انت شادر بالسالفي صورنا حيلك كيف والمستشفى كنا عارفنا عاكل حال عمدل على السلامة يا شاخ اكتر شي بحبه بالاعلام اللبناني هو مصدقيته ما خرج عم بمزح بس هل يا انت تغرب تصدق كل شي عم بمزح؟ لا لا عن جد عن جد بس اكتر شي اكتر شي بيعجبني هو السبات على الموقف شوفوا نداء الوطن الاربع 13 ادار جورج خوري مرشع جبران بسيل بره يخطط التقاطم مع بسيل الاعتدال حصان ترواضة وخوري فافوري نداء الوطن الاربع عشرين ادار يعني بعد جمعة لياس البيسري مرشع جبران بسيل حكاية ترشيح بسيل وصفها لللواء بيسري ناطرين الاربع تنشوف مين المرشح الجديد انتو عم تضحكوا يمكن وتقولوا انه وين سبات اذا باسبوع واحد غيروا الخبرية وين سبات وين سبات وين سبات بخرج قصدي بالسبات انو كانوا ضد جبران بسيل بأول اربعة وبقي ضد جبران بسيل تاني اربعة ورح يبقى ضد جبران بسيل تالت اربعة بس بعد في شي بيلفتنة شي مفضوح والكل بيعرف فيه بالاعلام بالاعلام فيه شي فيه شي كتير مفضوح والكل بيعرف فيه ما عرفته شو شوفوا اكتر مني لانا كتير مهتم بالشأن كنت اللبناني بالجديد الحجم على البيرول من الاعلاميين والمرتزقة من الاعلاميين اكتر بكتير مما يعرف الناس وانا قلت وسأكررها وبكررها عندك لو فتح يوما ما ملف الاعلاميين من الذين يتلقون رشاوة اذا بدك مثيرة ومعيبة ومزلة بيصير اكبر فضيحة بالبلد وفي منهم اللي هن بيحاضروا بالعفاف المشكلة ها من اغلبهم هاته المشكلة اغلبهم من اللي بيحاضروا بالعفاف و اغلبهم من اللي بيكيلوا الاتهامات لآخرين وعلى كل المؤسسات يعنيrendك nä godt احنا اعلاميون على البيرول العربي وعلى البيرول الاميركي وعلى البيرول الايراني وعلى البيرول المؤسسات المصرفية وعلى البيرول المؤسسات الإمنية ورفضنا الدينية والشركات الكبرى انا ممكن فى청 controle بده يكتب اقتصاد عن الشركات وهو يتلقى رشوة من الشركات أو يكتب عن المصارف ويتلقى رشوة المصارف أو التلفزيونية بدأت تحكي لك عن أزمة كبرى مصريفية وهي جزء كبير من تمويلها من المصارف صراحة مش كتير ناطر هلنهار أنا أنا هلأ من برنامجي بقدر سميلكون يهون واحد واحد وعلى مسؤوليتي أول واحد وفي عندكن إعلامية كمان اسمها وفي هيدا الصحافة الكوميدي اسمه وفي شرب الأبو أنطوط لا حطوط حطوط على هيدا آخر واحدة يا زلمة حطوطوط ما تطلعوا لإسم بشرفكم هلأ هيدا كتير بحب يطلع على الإعلام هيدا الاسم يعني كتير ضارب عسيرة القبض شباب القوات والحركة باركة كلمة يحكي عنهم بيكتبوا لأنه أنت بقبض من جبران فأخر مرة قررت أطلع شخصياً عن جبران لما عدت معه قلت له خيش شباب تهمينه أنه بقبض منك فيما جيل تعطينا المصريات يأخذ المصريات قال لي ليك شربل صراحة مش حرزانين قلت له خيشو ما يكونوا وضلوا النيح بعبولنا بنزين يعني عن جد شيء مضحك بعرف بس أنه للأسف أنه فيه أعلميين عن جد بيقبضوا وفيه أعلميين بيعرفوا بعضه النيح وبيعرفوا مين بيقبض وبيعرفوا من مين بيقبض وبيعرفوا إديه شعر كل واحد نسيتوا الفيديوهات طبع رامي نعيم والفضايح الميلية صدقوني هيدا ماشي هيدا ماشي هيدا معتر بالنسبة له ديك من إيده بفضح يعني إذا بتعرفوا الباقيين صدقوني بتنصدموا هلأ في منهم هلأ في منهم بعرفهم وبيخبروني عنهم وكل الناس تحكي فيهم بس أكيد ما في يقلكم لأنه ما مع إثبات يعني أنه شو الأثبات بقولوا فرجينها كيف قبضين يعني أنه شو بدي جيب المصريات يعني تعفوا خبرية طويلة بس بيجي نهار بيجي نهار بينفضحوا وهي رح يروحوا الأكبر من النوع بينفضح هيدا مرق نكتي قبل ما أكمل المجلس تقديبي آخ بقفوا بدأتحك قبل ما قبل ما قولها النكتي المجلس تقديبي دعا ورا القاضية غادعون ليقدبوا برافو يا هاي القضاء يا بلا صراحة 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 معهم حق القاضية غادعون الوحيدة يلي ما عم بتعمل شي ولا عم تكشف فساد ولا سرقات وأصلا هي الوحيدة يلي ما تضعت عرياض سلامة وسرقات وعوديك كلهم 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 تضعوا وبينتنا هي القاضية الوحيدة يلي بتقضيها عزيم وسيارات فخمة وقصورة ويلا من فوق ومن تحت وهو الخبار لك أخ بس لو في عدل كانوا قشة لفة عم بيتحيك كمان بس كمان جاي نهار أسبوع الماضي انتشر فيديو ان طيار الملد انتشر خبر بالأحرى ان طيار المرضى قرر ما يشارك بلقاء بكركة شوفوا معلومات الامتي في طيار المرضى قرر عدم المشاركة في لقاء بكركة اليوم غريب أمرهم غريب أمرهم الأخوان بالمرضى يعني بجرب بجرب احكي عنهم وقول لا ولا والجماعة مظلومين ولا ممكن سليمان يكون هالقد تابع للسناء وإن بصيروا مصرين يغيروا لي رأيه اللي بايناتنا يعني مش كتير بيأسر مش كتير بيأسر نايف بجدايد أو بالمقص لو إذا شارك أو ما شارك نايف بالمرضى يعني احترامي لجماعة المرهدى كلهم بس إنه بالنائي عنده النايب أو نيبان آخ 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 بس يا خي إنه على القليل شاركوا بس تتشيلوا هالصبغة عنكن طيب سأيمان بيك بشرفك بشرفك لو نبيه بره لو نبيه بره دعالة جلسة حوار كنت نزلت أو لا مش بس كنت نزلت مش بس كنت نزلت كنت نزلت واستعبالت الشباب كمان يمكن كنت ضليتهم على مطرحهم آخ 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 بس المرضى ماشي الدم ووات سامير من آخرها من آخرها هيتعلكون إيها من آخرها سامير جعجع حائد 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 على جبران كيف أخذ من ضربه كم تعيين صغيرة يعني لو عيل له إيهم كان بعضه جبران بيجنن شو مخرج؟ شو؟ ها هو من قبل؟ ايه هو من قبل هالشي حائد بعرف هو حائد بالتسعة واتبنين بأول حرب بين القوات والجاش ورجع حائد بالتاني حرب يلي سموها حرب الغاء وشارك السورة بالأصف وقبل بالطاقف ونحبس بس ظلو حائد ظلو حائد مش عيال اللي حبسوه بالعكس لما ظهر صاروا أقرب الناس إلو هن وولادن ظلو حائد على عون هو بالحبس حائد على عون وظهر من الحبس بعفو مقاب المجرميات ضمنية وبأمضة نواف الطيار بس ظلو حائد على عون قد ما كان حائد تحالف مع الكن ضد عون والطيار ظلو حائد ويحقن حائد لدرجة أنه لما الطيار تاني سنعمل اتفاق مع الحزب صار ضد الحزب وأكيد ضد الطيار وهيدي بقال من سنة عالتحالف الرباع واستمر الحقد مريفة أولى اليوم والمشكلة أنه الحقد بيعدي لدرجة أنه حتى نواب القوات يلي هن مش قوات أصلا صاروا حقدين مثله فضلوا رازي الحج بيسيل أمعن في ضرب المسيحيين ولا فائدة من الالتقاء معه من أجل الصورة من أجل الصورة معك حق أخرى معك حق أخرى صحيح جبران بيسيل نقلب على رفاق السلاح المسيحيين وقتلهم صحيح جبران بيسيل نقلب على الجيش وعمل مجازر فيه صحيح جبران بيسيل زرع سيارات ملغومة بالمناطق المسيحية معك حق أخرى جبران بيسيل جبران بيسيل يلي تنازل عن المطالبة بالوزراء المسيحيين يكونوا معينين من الأحزاب المسيحية ما هيك؟ بس معك حق سمير يلي اشتغل على قانون نسبي يلي رجع 90% من المقاعد النواب المسيحية يكونوا منتخابين بأصوات مسيحية صحيح سمير يلي ما كان يتنازل عن أي تعيين ناقص وسمير كمان قتل حاله تسترجع اللبنانيين المختاربين جنسيتهم صحيح جبران يلي مدد لرؤسة أجهزة أمنية بغياب الرئيس المسيحي صحيح جبران بيسيل يلي مغطى حكومة ورئيسة يلي عم يتخطوا الدستور بصلاحيين الرئيس لك عزيزي رازي عراه في طريق حزبك والحزب يلي مرشح بقى يا زلمة عاب كرميلك كرميلك ايش كرميلك حدا تاني نوقف وقفة فنية ومنتابع يلا نجوة راح تخني لي ما في نوم كلمة وحدة يا زلمة يا زلمة كلمة وحدة بس حبيبي إلا جنبك حبيبي النعتب عليه لاش بيخبص بالحكة نكزب الغنة هيك كلمة وحدة هيك أخ أخ